نهاردة بريرة بعد المباراة قبل ما ننسي مباراة الزمالك قال ان احنا احيانا بتتغلب اجواء الفرحة وعدم التركيز لكن احنا بعد اخر مباراة في الكاس ركزنا كويس جدا ودخلنا المباراة النهاردة بكامل التركيز قلت للعبين ان احنا هنلعب مباراة تييلة جدا الفترة القليلة القادمة والنهاردة قدينا مباراة جيدة امام شموحة وسيطرنا على الكرة وكنا قريبين جدا من مرمى سموحة وستطعنا خلق الكثير من المساحات الشيء الوحيد اللي مش محتاجه دلوقتي هو الاسابات او الاقفات وده ان شاء الله اللي هنشتغل عليه الفترة اللي جاية لعبنا وقال كمان احنا لعبنا بنظام مختلف واعتمنى على اللاعبين الشباب والفرق الاخرى بتمتلك اكثر لعبين جاهزية احنا ما عندناش لعبين كتير جاهزين للمشاركة واشاد بشكبالة كثيرا وقال انه كان خيار جيد عشان ابدأ به المباراة وقال كمان عن بن شارك انه لعب صنع تاريخ مع زمالك وفاز ببطولات كثيرة وهو ايضا نقدره كثيرا قال حياتنا عموما متغيرة ولكن لن نستطيع الحديث فقط عن مركز بن شارك واللعبون الحاليون هيحاولوا يكونوا بدلاء جايدين ليه في الفترة الجاية دي تصريحات بريرة او ابرز تصريحات بريرة في مباراة اليوم اشتركوا في القناة